السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه علينا في رحاب القرآن الكريم في رحاب القرآن الكريم اليوم أيها الإخوة نعيش مع آفة من الآفات الخطيرة ومرض من الأمراض العضال التي تصيب الإنسان فتفتك به وتنهي على حياته وتقتله قتلا معنويا في دينه وأخلاقه وسلوكه وشرفه نعم آفة اليوم آفة تقتل الإنسان في دينه وفي شرفه وفي سلوكه وفي خلقه وفي كل شيء هذه الآفة آفة خطيرة جدا 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 تحدث القرآن الكريم عنها في أكثر من ثلاثين موضع إنها آفة الهوى 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 خطورة الهوى تحدث القرآن الكريم أيها الإخوة عن الهوى فتحدث القرآن الكريم عن مفهوم الهوى من منظور قرآني وتحدث القرآن الكريم عن الهوى وعن حكمه في الإسلام وكيف أن القرآن الكريم نهى عن الهوى وعن اتباع الهوى وعن اتباع أهل الهوى تحدث القرآن الكريم عن صفات أهل الهوى وأسباب تحريم الله سبحانه وتعالى لاتباع الهوى وتحدث القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام والأحباب الأفاضل عن المجالات التي يمكن أن يدخلها الهوى فلا ندري حتى نتبين من أمرنا ولم يقف القرآن عند هذا الحد بل تحدث القرآن الكريم عن كيفية مقاومة الهوى ووضع القرآن الكريم المنهج العظيم الذي من خلاله نستطيع أن نقاوم هذه الآفة وهذا المرض الخطير الهوى فإن سألت أيها الأخ الكريم ما هو الهوى يجيبك العلماء ويقولون لك سيد العلماء يعرفون الهوى في تعريفات كثيرة للهوى لكن التعريف الذي أميل إليه وأشعر أن فيه غنية وأنه أقل التعريفات ألفاظا هو أن الهوى الهوى كل ما تميل إليه النفس فيما لا ينبغي فالهوى ميل النفس إلى ما لا ينبغي ركزوا معي وانتبهوا إلى هذا التعريف الهوى ميل النفس إلى ما لا ينبغي في المعاملات قد تميل النفس إلى أن نزدري الآخرين هذا هوى قد تميل النفس لأنه لا ينبغي إلى أننا مثلا نقع بين الناس فهذا هوى قد تميل النفس في المعاملات مثلا إلى الاستكبار هذا هوى هذا في المعاملات في العبادات قد تميل النفس والعياذ بالله إلى أن نشر بعض العبادات من أنفسنا إلى أن نترك عبادة وأن نأتي بعبادة هذا هوى لأنه ميل النفس إلى ما لا ينبغي حتى في العلم وفي الأحكام وفي الأراء الهوى أن يميل الإنسان إلى رأي يعني دون الوقوف على حقائقه أو أدلته أو نتائج هذه الأدلة العلمية لأن كل رأي من الأراء يقف على أدلة ثم بعد هذه الأدلة التي نقف معها وندرسها نصل إلى نتيجة علمية ونتيجة بحثية فالهوى أن يميل الإنسان إلى رأي دون الوقوف على حقيقة الأدلة والنتائج التي نصل إليها من خلال هذه الأدلة إذن الهوى يا أحباب الكرام الأفاضل الهوى ميل النفس إلى ما لا ينبغي ميل النفس إلى ما لا ينبغي تمام؟ هذا هو الهوى ويمكن إحنا في حياتنا المعاصرة وفي حياتنا العامة في مصر بالذات كلمة الهوى إحنا بنعبر عنها في حدنا مزاج كده أنا شاف كده يا أخي أنا عاوز كده أنا هوايا كده هو ده يمكن يعني المعنى العرفي الموجود الآن كلمة مزاجي وكلمة اللي أنا شايفه ومحدش يكلمني هذا هو الهوى طيب تعالوا لنرى حديث القرآن الكريم عن الهوى إحنا قلنا إن الهوى ميل النفسي إلى ما لا ينبغي إلى ما لا ينبغي تمام؟ طيب القرآن الكريم تحدث عن حكم اتباع الهوى فبين القرآن الكريم أن اتباع الهوى من المحرمات حرم أحرم أنا أقول لك آفة أنا أقول لك حضرتك مرض إذن اتباع الهوى من الأمور المحرمة نعم من الأمور المحرمة لأننا صدر عشرات الآيات عشرات الآيات يعني ما يربو وما يزيد على ثلاثين موضعا تتحدث عن نهي القرآن عن اتباع الهوى اقرأ على سبيل المثال الحصري مثلا آيات كثيرة يقول القرآن الكريم فلا تتبع الهوى أن تعدلوا ولاحظوا معي في هذه الآية فلا تتبع الهوى هذا نهي لا تتبع الهوى فالقرآن الكريم نهى عن اتباع الهوى لكن النهي هنا يسميه علماء الأصول بالنهي المعلل يعني نهي معلل يعني تحريم له علة أو نهي له علة ما علة التحريم هنا مثلا أو علة النهي أن الهوى لن يصل بالإنسان إلى العدل في أي قضية من القضاء سواء قضية معاملتية في المعاملات قضية عبادية في العبادات قضية حياتية في السلوك والأخلاق قضية في الأحكام والشرائع لن يصل الإنسان إلى العدل لذلك لو واحد مثلا دخل في قضية ليحكم بين الزوجين مثلا على سبيل البسال وكان له هوى أو ميل إلى الزوجة أو إلى الطرف دون الطرف أو في أي قضية من قضية التخاصم أو الاختلاف لن يصل إلى العدل لذلك هذه الآية فيها الحكم وفيها علة الحكم ركزوا معي فيها الحكم وفيها علة الحكم الحكم فلا تتبعوا الهوى علة الحكم أن تعدلوا لأنكم لن تعدلوا إن اتبعتم الهوى وضحت هذه النقطة إذن القرآن الكريم نهى عن اتباع الهوى وذكر علة التحريم أيضا من الآيات التي تحدثت عن تحريم القرآن الكريم ونهي القرآن الكريم للهوى اللي هو ميل النفس إلى ما لا ينبغي ميل النفس إلى ما لا ينبغي نجده في القصة الشهيرة المعروفة التي حدثت في حكم سيدنا داود عليه السلام بين المتخاصمين وهلأتاك نبقى الخصم إستثور المحراب القصة معروفة وشهيرة التعليق الأخير والتعقيب الأخير في هذه القصة يعني يستلزم منه أن نقف مع هذا التعقيب القرآن العظيم يعني هذه الآية في سورة صد يا داود أن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس إلى أن قال القرآن الكريم وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ركزوا معي إلى هذا المقطع من الآية وَلَا تَتَّبَعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبَعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبَعِ الْهَوَى هذا نهي وَعِلَّةُ النهي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هذا يعني أن اتباع الهوى يجعل الإنسان يضل الطريق ولا يرى الصحة من الخطأ الصواب من الخطأ ولا يرى الغاسة من السمين ولا يرى السنة من البدعة ولا يرى القبيحة من الحسن الأمور تتلخبط معها والأمور يحدث فيها شيء من الإيه من الانقلابات معه ولعزب الله فيضل لك عن سبيل الله وسنرى الآن يعني بعض الأمور عن قضية أثار الهوى وأن منه الضلال والإضلال إذن أحباب الكرام أقولوا القرآن الكريم نهى عن اتباع الهوى وبين العلة علة التحريم هل وقف القرآن عند هذا الحد؟ لا ده أفا خطيرة كما أن القرآن الكريم نهى عن اتباع الهوى أيضا القرآن الكريم نهى عن اتباع أهل الهوى يعني أنا ممكن ما يكونش عندي هوى لكن يمكن أن أتبع أهل الهوى طب أنا الآن مش عندي هوى لكن أتبع أهل الهوى هل يجوز ذلك؟ اسمع إلى القرآن الكريم ماذا يجيب القرآن الكريم يا حباب الكرام يجيب قائلا أن اتباع أهل الهوى منهي عنه نهى القرآن الكريم عن اتباع أهل الهوى فيه آيات كثيرة وأنا أعرض على حضراتكم الآن بعض الآيات التي نهى فيها القرآن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهل الهوى طب الحكمة الحكمة إذا كان القرآن ينهي رسول الله يعني يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهل الهوى وهو الذي لا يمكن أن يضل وهو الذي لا يمكن أن يفسد بين الناس وهو الذي لا يمكن أن يقع في الكبر أو في هذه الأثار المترتبة على قضية الهوى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قرنها فأنا وأنت ونحن من باب أولى القرآن الكريم يحرم علينا هذه الآفة اللي هو اتباع أهل الهوى فاسمع إلى بعض الآيات مثلا القرآن الكريم يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا نهي صريح واضح من القرآن الكريم للنبي ساسام ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتبع نهاه القرآن أن يتبع أهواء هؤلاء يعني أصحاب الأهواء في آيات كثيرة منها مثلا على سبيل المثال وأرجو أن تركز وتنتبه معي في هذا الموقف بعض كبار الكريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ماذا لو أمننا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى اتباع الله سبحانه وتعالى واتباع نبوته والإيمان بالله وكاد القوم أن يسلموا لكن ركز معي هؤلاء القوم سادة من سادات كريش من كبار كريش فكادوا أن يؤمن واشترتوا على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا ما هو؟ يا رسول الله إن آمننا اجعل لنا مجلسا واجعل لفقراء المسلمين مجلسا يعني حتى لا نجلس معهم لأننا طبعا يعني نحن السادة ونحن الكبار ونحن علية القوم وما إلى ذلك كاد النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب الكرام أن يستجيب لهم وطبعا هذا هوى من أهواء القوم لكن نبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إيمانهم وأن يدخلهم في الإسلام يعني هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في الإسلام لكن طلب القوم كان من هوى النفس هو فيه هوى فنزلت الآية الكريمة توضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا لحظتم يا أحباب الكرام لحظتم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فنهى القرآن الكريم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقاصده أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك يتعلمون الأمور الأخرى لكن القرآن من أول الأمر واضح لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لا تتبع أهواء هؤلاء تمام حتى القرآن الكريم بكل ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر على شريعة من الأمر هذه الشريعة شريعة الإسلام قرآن وسنة بما فيها من عقائد وعبادات ومعاملات وأحكام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إي والله ولذلك أحباب الكرام يعني حينما يطلع علينا في هذه الأيام ثلة من الناس يتحدثون عن الشريعة وليسوا من أهل التخصص في الشريعة يتحدثون عن تغيير بعض الأحكام يخلطون بين المقاصد والوسائل يخلطون بين أحكام العقائد والعبادات والأحكام المتغيرة في الإسلام ويريدون أن يجعلوا كل الأحكام متغيرة في الإسلام من باب يعني أن يلبسوا على الناس يدنهم من يتبع هؤلاء والله يقع في الخطأ ولعاذ بالله شوف القرآن الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي كلها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء حقيقة يا أحباب الكرام إذن القرآن الكريم كما نهى عن اتباع الهواء نهى أن نتبع أهل الهواء السؤال الذي يطرح نفسه لماذا القرآن الكريم نهى عن اتباع أهل الهواء القرآن يجيب يقول لأن أهل الهواء بسبب هذا المرض الخطير وهذه الأفة الخطيرة وجدت فيهم صفات سيئة حتى وصفهم القرآن الكريم بأقبح الصفات وأسوأ السمات أي والله يعني القرآن الكريم سبحان الله أهل الهواء حتى وإن كانوا من المسلمين ركزوا معي حتى وإن كانوا من المسلمين القرآن الكريم وصفهم بأقبح الصفات وأسوأ السمات أي والله يعني القرآن الكريم وصفهم بالظلم وصفهم بالضلال وصفهم بالاستكبار وأوصف أخرى لكن هذه من أخطر الأوصاف القرآن الكريم وصف أهل الهواء بالضلال الضلال نعم وصفهم بالضلال يعني ده الموضوع خطير أوي نعم لماذا وصفهم بالضلال لأنهم ضلوا عن الطريق أحباب الكرام يعني نحن مثلا حينما نقرأ في القرآن الكريم حديث القرآن الكريم وعن بعض أهل الكتاب وما إلى ذلك فمثلا نجد في سورة المائدة يعني طبعا نحن قرأنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا يعني قرأنا هذا لكن لما نقرأ مثلا في سورة المائدة ولا تتبع أهواء قوم قد يضلوا من قبل أدى واحد ركز معي في الآية ولا تتبع أهواء قوم قد يضلوا من قبل وأضلوا كثيرة أدى اثنين وضلوا عن سواء السبيل أدى ثلاثة ركزوا معي أقول لحضراتكم أهل الهوى أهل ضلال والله ضلوا أنفسهم بهواهم والعزو بالله ضلوا أنفسهم فلم يروا الحق من الباطل ولم يروا الحسن من الكبح وانقلبت الأمور عندهم فصار الحسن كبحا والكبح حسنا والعياذ بالله ونجد هذا في حياتنا مع كثير من الناس اسمع إلى الآية القرآن الكريم ويتحدث للمؤمنين ولأهل الكتاب ولا تتبعوا أهواء قوم قد يضلوا من قبل أهواء قوم الهوى الذي كان عندهم جعلهم قد ضلوا من قبل لم يروا الأبيض من الأسود الحق من الباطل قد ضلوا من قبل يبقى هذا ضلال في القديم الهوى لا يقف عند الضلال القديم لا يجعلهم يضلون غيرهم فيضلون ويضلون ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد يضلوا من قبل وأضلوا أي غيرهم كثيرا وفي المستقبل وضلوا عن سواء السبيل يبقى الثلاث أوصف والعياذ بالله يعني خطيرة جدا ضلوا في الماضي وأضلوا غيرهم يبقى ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم وحادوا عن جدة الطريق المستقيم لم يقفوا على الطريق المستقيم والعياذ بالله والعياذ بالله لذلك سبحان الله العظيم يعني الآية الموجودة في سورة الأنعام يا أحباب الكرام وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير هذه الآية فيها كراءة متواترتان ركزوا معي وانتبهوا وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وهناك كراءة أخرى وإن كثيرا لا يضلون والكراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل كراءة أفادت معنى غير المعنى الذي أفادته الكراءة الأخرى فكراءة وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم أي لا يضلون أنفسهم يعني هم ضلوا ضلوا بأنفسهم ضلوا الطريق ولم يقف الحد عند ذلك فجاءت الكراءة الأخرى وإن كثيرا لا يضلون أي يضلون غيرهم ولذلك أقول من خلال هذه الآية بكراءاتها المتواترة صاحب الهوى ضل مضل صاحب الهوى ضل مضل والله ضلوا المضل ضل نفسه وأضل غيرهم والله ضل نفسه وأضل غيرهم ضل نفسه لأنه حاد عن الطريق وضل غيره لأنه قد يجذب وكذبوا واتبعوا أهواءهم يجذب يجذب لماذا يعني حتى لا لا ينكشف أمره ولا ولا ينفضح سره يريد أن يخفي هواه عن الآخرين فيضطر إلى الكذب فيضل ويضل غيره لذلك يا أحباب الكرام لا تسمعوا لأهل الهوى لا تسمعوا لأهل الهوى لا تجلسوا مع أهل الهوى لا تصاحبوا أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى ولعاذ بالله ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم فلا تجالسوا أهل الهوى ولا تصاحبوا أهل الهوى ولا تسمعوا لأهل الهوى ما شكرا أحباب الكرام إذن حينما نجيب على السؤال الذي طرحناه لماذا نهانا القرآن الكريم عن اتباع أهل الهوى لأن صاحب الهوى ضل مضل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال له قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين وشتان بين متبع الهوى ومتبع الهدى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين شتان بين متبع الهوى ومتبع الهدى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين تماح بك رام إذن نحن لا نتبع أهل الهوى لأن أهل الهوى يعني ضلوا وأضلوا إيه كمان أهل الهوى والعياذ بالله أهل ظلم أهل ظلم نعم هم طبعا ظلموا أنفسهم هذه حقيقة وأيضا ظلموا غيرهم يا أحباب الكرام كيف ظلموا غيرهم لما نقرأ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم هذه الآية وصفت أن الظالم يتبع هواه يتبع هواه فيضطر إلى الظلم يضطر آه والله قد يضطر إلى الظلم يعني بعض الناس يظلمون الناس حبا في الظلم لكن بعض الناس قد يضطر إلى الظلم لماذا هواه دفعه إلى ذلك وقاده إلى ذلك هو يريد أن يكسب موقفا مثلا في سلوك ما في قضية ما يريد أن يكسب مثلا حظا معينا أو شكلا معينا أو صورة معينة عند الناس فيضطر أن يظلم غيره ويتهم غيره بما ليس فيه فيجذب عليه ويلقي عليه التهم حتى يظهر أنه البريء وأنه المسكين وأنه يعني صاحب اليد الناصع البيضاء فماذا يحدث يجذب ويفتري ويلقي الشبه والتهم على الآخرين فماذا يحدث يقع في الظلم لذلك القرآن الكريم يقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم والله يا إخواني الكرام حتى لو كان هذا الشخص هو النبي محمد قد يقع في الظلم لو فعل ذلك وطبعا حاشد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين هذا الخطب لمن هنا لسدن النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الأمور الواضحة الصحيحة البينة الجالية ثم تتبع أهواءهم وتترك الحق وتترك العلم إنك إذن لمن الظالمين بالله عليكم إذا كان هذا الأمر موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن إذن الأمر خطير أحباب الكرام أسأل الله عز وجل أن يصف عني وعنكم الهوى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل وإن كان في سند الحديث مقال عند بعض العلماء وليس بالإجماع لكن البعض يعني صحاحه ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات تهلك الإنسان في الدنيا وفي الأخيرة تضيعه ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه شح مطاع وهوى متبع الهوى الذي يتبع الإنسان يضيع الإنسان والعزو بالله أحباب الكرام إذن صاحب الهوى ظالم لنفسه ولغيره صاحب الهوى ظل مضل صاحب الهوى أوصل نفسه إلى الكبر والاستكبار والعزو بالله ما هو هواه مثلا يريد أن يعني يحقق مكسبا له غرض فإذا حقق المكسب يعني يستجبر إن انكشف أمره أن يعتذر يستجبر فقد يقابل الحق بمزيد من الكبر حتى وإن وصل للقتل والله اللي أنت بتقوله ده ده الكرآن بيقول كده ماذا قال القرآن اسمعوا القرآن وهو يتحدث عن بني إسرائيل وعن أهواء بني إسرائيل في التعامل مع الأنبياء طبعا أنتم تعلمون أن الله عز وجل أرسل أنبياء كثر إلى بني إسرائيل وأرسل إلينا رسولا واحدا هو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعض من إسرائيل يعني يستطيلون علينا بهذا الأمر يقول نحن أفضل منكم عندنا كثر من الأنبياء وأنتم عندكم نبي واحد نكون لهم إرسال النبي إلينا وهو نبي واحد هذه علامة فضل لنا وإرسال أكثر من النبي لكم علامة شر لكم كيف ذلك النبي بمنزلة الطبيب وكلما زاد المرض عند الإنسان كلما احتاج إلى أكثر من طبيب فلما كثرت أمراض بني إسرائيل أرسل الله إليهم أكثر من طبيب اللي هم الأنبياء لكن أمة الإسلام فيها مرض واحد فقط أو أمراض قليلة فلم يرسل الله عز وجل إليهم إلا النبي محمد عليه وسلم فإذن إرسال النبي لنا أفضل منكم حتى بقضية العقل تمام بنوا إسرائيل القرآن تحدث عنهم وعن أهوائهم مع أنبيائهم فماذا قال القرآن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم اسمع للآية مرة أخرى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اسمع إلى النتيجة وإلى مقدمات النتيجة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هواهم مش مع هذا الرسول يا أخي أنا مش عجبني أنا مش عجبني الشيخ ده أنا مش عجبني هذا الرأي أنا مش عجبني الكلام ده يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به فالقرآن الكريم يحكي هنا فيقول أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم شوف الهوى أوصلهم إلى الاستكبار حتى على مين على أصحاب الفضل على الأنبياء كما نرى البعض الآن يستكبرون على من هم أفضل منهم من العلماء من المربين من الدعاء من الأساتذة من الأجلاء من الكبار ممن لهم أي شان في أي مجال من المجالات يستكبرون عليهم أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم يا ليتم وقفوا عند قضية الاستكبار وخلاص لا فيه بقى فاء التعقيب فاء التعقيب شوف ففريقا النتيجة هوى أوصل إلى الاستكبار ركز معي يعني عملنا معادلة هوى هوى نفس أوصل إلى ماذا أوصل إلى الاستكبار طب الاستكبار أوصل إلى ففريقا كذبتم إلى تكذيب الأنبياء وفريقا تقتلون أي من الأنبياء لذلك قاتلوا كثيرا من الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق واضحة كده فقاتلوا كثيرا من الأنبياء والسبب الهوى اسمعه الهوى أوصل إلى الاستكبار والاستكبار والعاذ بالله أوصل إلى تكذيب الله وتكذيب الرسل وإلى قتل الأنبياء إذن قضية خطيرة إذن نحن لا نتبع الهوى ونحن لا نتبع أهل الهوى مجالات الهوى عفوا كثيرة جدا نجد الهوى يدخل في كل شيء من أجل إفساد العلاقة بين الناس يدخل في العقائد فتجد الإنسان في مجال العقائد يحيد عن الحق يعبد غير الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوا؟ عبد هواه من دون الله هواه يأمره اعمل مشكلة هنا فيعمل هواه يأمره لا تصلي اليوم فلا يصلي هواه يأمره احدث بين الناس وقيعة فيحدث هواه يأمره لا تحترم هذا فيحترم فلا يحترم هواه يأمره أرأيت من اتخذ إلهه هوا؟ فاتخذ إلهه هوا طبعا ماذا يصل؟ وأضله الله فرأيت من اتخذ إلهه والآه الأخرى رأيت من اتخذ إلهه هوا النتيجة يضله الله على عين وأضله الله على عين دي قضية منتهية لذلك العرب لما عبدوا الله والعزة عبدوها بسبب الهوى ايه والله اقرأ وطبعا يعني قصة عمر بن الحين موجودة في كتب السير والرجال والقرآن وثق فقال أفرأيتم اللات والعزة اللات والعزة أصنام ومنات الثلثة الأخرى أصنام ألكم الذكروا له الأنثى ألكم الذكروا له الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس انظر إلى هذا التعليق فعبدوا من دون الله هذه الأصناء عبدوها من دون الله عز وجل إذن أحباب الكرام كثير من الناس يعبدون الله عز وجل بهواهم يشرعون ما لم يشرع لهم ويعبدون الله بطريقة لم تأتي لا في قرآن ولا في سنة نرى هذا ولا عاذب الله أيضا نجد من المجلات التي يدخلها الهوى ولعاذ بالله مجال الحكم والقضاء سواء حكم وقضاء في المعاملات أو حكم وقضاء في الخصومات أو حكم وقضاء في الحدود والقصاص تجد الهوى لذلك في موقف اليهود قالوا هيا بنا نفت محمدا عاوزين يفتون النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى رسول الله بعض الكبار اليهود وأحبار اليهود قالوا يا محمد إنك لا تعلم أننا سادة القوم فإن آمنا آمنا من وراءنا وإن كفرنا بك فلن يؤمن بك أحد من قومنا ونحن نأتي إليك في خصوم بيننا وبين قومنا شوف يفتون النبي فاحكم لنا يا رسول الله على قومنا فإن حكمت لنا آمنا بك ومن ثم سيأتي من خلفنا ويؤمن بنا فلم يستجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث نزلت آيات قرآنية في سورة المئدة في آخرها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لاحظوا معي ولا تتبع أهواءهم ونزل القرآن الكريم يبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على موقف النبي صلى الله عليه وسلم وينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يعني أن يتبع أهواءهم فإذن ورأينا أيضا موقف سيدنا داود عليه السلام فالحكم في المواقف والحكم في القضاء والفصل بين القضايا والخصومات هذا أحباب الكرام ينبغي أن نكون مستيقظين حتى لا نقع والعياذ بالله في قضية الهوى فالهوى يدخل في كل المرجلات أحباب الكرام تحدث القرآن الكريم يعني عن كثير من المرجلات منها حتى قضية العلم وطلع لي من الأبع الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لاحظ معي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ونجد هذا من بعض يعني من أضلهم الله على علم يحكمون بغير ما حكم الله عز وجل فيحرمون الحرام أو يحلون الحلال أو يفتون الناس في دينهم فيضلون ويضلون غيرهم بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنهم حكموا الهوى ولعاذ بالله قضايا كثيرة أو مجالات كثيرة تحدث عنها القرآن لكن ما يهمون أحباب الكرام ما هو المنهج الذي وضعه القرآن الكريم لمعالجة الهوى القرآن الكريم وضع منهجا لمقاومة الهوى هذا المنهج يتلخص فيما يليه أول شيء أحباب الكرام أن نتذكر وأن نستحضر العواقب السيئة للهوى من أن صاحب الهوى ظالم ومن أن صاحب الهوى مستكبر ومن أن صاحب الهوى ضل ومضل فلما نستحضر هذا أحباب الكرام هذا يعني قد يجعل الإنسان يعني يقوم هواه لأن الإنسان بطمعاته لا يريد أن يكون ظليما ولا يريد أن يكون ظلا ولا يريد أن يكون مضلا ولا يريد أن يكون متصفا بهذه الصفات السيئة فهذا أول شيء أحباب الكرام النقطة الثانية في هذا المنهج أحباب الكرام استحضار خوف الله عز وجل والله لو خاف المرء من الله ما اتبع هواه أي والله يعني نحن جميعا نكرأ في القرآن الكريم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى نعم يا أحباب الكرام الخوف من الله صبح و تعالى يعصم الإنسان من الوقوع في هذا المرض الخطير وهذه الآفة الخطيرة والعادة بالله آفة الهوى أيضا أحباب الكرام الاستحضار الدر الأخيرة واستحضار يوم الحساب يعني ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نسيان يوم الحساب فنتذكر يوم الحساب إذن أحباب الكرام قضية الهوى من القضايا الخطيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من الهوى وأن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون المنهج القرآني القويم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته